بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نساء من القرآن حلقة اليوم هتكون مع امرأة فاضلة قانتة صالحة خلد القرآن ذكرها بل إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المرأة سبب في فريضة ركن من أركان الحج الذي يؤديه المسلمون في كل عام ألا وهو السعي بين الصفا والمروة حديثنا اليوم عن السيدة هاجر عليها السلام حكينا في الحلقة الماضية أن إبراهيم عليه السلام لما خرج من حوران وذهب إلى الأرض المقدسة ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر بسبب القحط والجوع الذي كان يضرب تلك البلاد آنذاك لما دخل مصر بدأ الناس يتكلمون أن إبراهيم دخل مع امرأة جميلة هي من أجمل نساء الدنيا والسيدة صارة عليها السلام كانت فعلا من أجمل نساء الدنيا أو إن شئ تقول أجمل نساء الدنيا وحكينا أن ذلك الملك الظالم الذي كان يحكم وقتها لما سمع بهذه المرأة الجميلة أراد أن يراودها عن نفسها وأن يعتدي عليها لكن الله سبحانه وتعالى كفى سارة وكفى إبراهيم شر هذا الملك الظالم ثم في نهاية المطاف أعطى هذا الملك الظالم جارية هدية لسارة ورجعت سارة إلى إبراهيم عليه السلام فقال لها مهيم وهو يصلي كأنه يسألها عن الخبر عن ماذا حدث فقالت رد الله كيد الكافر وأخدمنا هاجر فذهبت هاجر عليها السلام منذ هذا الوقت جارية للسيدة سارة وظلت تعيش معهم فترة طويلة من الزمن آمنت بنبي الله ورسول الله إبراهيم وصدقت به وعاشت معهم ولما بلغت السيدة سارة عليها السلام ما يقارب التسعين من عمرها يعني جاوزت الثمانين بكثير أدركت أنها لن تستطيع أن تنجب مرة أخرى وأن زوجها إبراهيم كان وفيا معها لأقصى درجة فأرادت أن تكافئة فماذا تصنع قالت هذه جارية هدية لك خذها تزوجها وادخل بها لعلها أن تنجب لك الولد الذي تتمناه والذي تترجاه وحذا يدل على صبر إبراهيم عليه السلام وأيضا على قوة وإيثار السيدة سارة عليها السلام تزوج إبراهيم عليه السلام بأمنا هاجر ودخل بها وحملت وأنجبت إسماعيل الإبن الأول لسيدنا إبراهيم والابن البكري وهو الذبيح طبعا هناك بعض الروايات والمقولات التي تتكلم عن مسألة الذبيح هل هو إسماعيل أم هو إسحاق ولدرجة أن هناك البعض من العلماء المعتبرين في الإسلام والذي يقول أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل لكن ببساطة نستطيع أن نرد وأن نقول الله سبحانه وتعالى لما بشر سارة بعد ذلك بإسحاق قال سبحانه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فكيف يكون هناك أمر وتكليف من الله الإبراهيم بذبح إسحاق مع أنه مبشر بأنه سيأتي من ذريته يعقوب إذن الأمر هنا أو الابتلاء هنا ليس في معناه وليس في محله إنما حينما يكون الابتلاء للابن الآخر الابن الأول والابن البكر الذي هو إسماعيل والذي هو من هاجر عليها السلام فمعنى ذلك أنه ابتلاء في مكانه وابتلاء في محله أنجبت السيدة سارة إسماعيل عليه السلام أنجبت السيدة هاجر استغفر الله لكن المشكلة هنا أن أي امرأة في الدنيا مهما كانت ومهما بلغت تبقى في النهاية امرأة يعتريها ما يعتري باقي النساء من الغيرة وربما أن يكون الأمر أبعد من ذلك نوعا ما السيدة سارة أحست بأن هاجر قد أنجبت الولد وربما أن هاجر تبدأ مثلا في المعاملة من فوق لأنها أصبحت أم الولد وأما سارة والتي كانت هي السيدة المهابة والمطاعة والتي كانت سيدة لهاجر الآن هي لم تنجب الولد خافت سارة أن تحظى هاجر لدى إبراهيم بمكان أكبر من مكانتها وأن ينسى إبراهيم سارة نظرا لوجود ولده ولوجود هاجر أيضا فماذا تصنع؟ قالت له لا يمكن أن تعيش هاجر معي في مكان واحد خذها بعيدا عني لا أريد أن تعيش هاجر معي في نفس المكان خذها بعيدا من هنا في هذه الأثناء أوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم أن يا إبراهيم خذ زوجك هاجر وولدك إسماعيل واذهب بهم إلى مكان بيت الله الحرام الكعبة المشرفة والتي كانت قد بنيت قبل ذلك يعني وضعت قواعدها ووضعت أساساتها لكنها انطمصت بحكم عوامل الزمن وعوامل التعرية والغبار والأتربة وكل هذه الأشياء لأن الرأي الراجح أن أول من وضع قواعد البيت وبناه هم الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام لما جاء كان يرفع القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت بعد ذلك بفترة وأيضا ما يؤكد هذا القول أن إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وترك إسماعيل في هذا المكان قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يعني بجوار بيتك المحرم فمعنى ذلك أنه كان يعلم أن هذا المكان هو المكان الذي يوجد فيه البيت الحرام إذن هذا الأمر واضح بنص القرآن الكريم وليس عبارة عن استنتاج ولا خلاف ولا اجتهاد ولا غير ذلك بل بنص الكلام كما جاء في دعوة إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم أخذ إبراهيم عليه السلام هاجر ومعها رضيعها إسماعيل وذهب بهم وظل يمشي وانطلق 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 حتى وصل إلى المكان الذي حدده الله سبحانه وتعالى له وصل إلى مكة ووصل إلى جوار بيت الله الحرام وهنا ترك إبراهيم هاجر المرأة المؤمنة الصابرة الصالحة القانتة ومعها رضيعها وبدأ بالانصراف وهنا تتعلق به هاجر وتنادي عليه وتقول لمن تتركنا يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان الذي لا يوجد فيه بيت ولا يوجد فيه ماء ولا يوجد فيه طعام لمن تتركنا يا إبراهيم فلم يرد عليها تكرر السؤال لم يرد عليها فإذ بها وهي المرأة التي آمنت وصدقت بإبراهيم عليه السلام تبدأ طفطا وتفهم أن إبراهيم كرسول وكنبي من عند الله لا يتصرف من تلقاء نفسه وخاصة أن هذا الأمر أمر عسير وشديد عليه إبراهيم عليه السلام الآن في السادسة والثمانين من عمره ويرزقه الله سبحانه وتعالى الولد بعد كل هذا العمر هل من المعقول ومن الممكن أن يترك ولده وينصرف ويخاطر بولده ويخاطر بزوجه هذا أمر في غاية الصعوبة لا يمكن أن يتقبله عقل ولا منطق وإبراهيم نبي فيه من صفات الكمال البشري ما فيه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله هاجر سؤالا آخر حين تفهم أن هذا الأمر لا بد أن يكون بأمر من الله يا إبراهيم آه الله أمرك بهذا هل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لك فيقول لها نعم فتقول بقوة وإيمان ويقين إذن لن يضيعنا ماذا صنعت هاجر عليها السلام بعد هذا الموقف العصيب وبعدما تركها إبراهيم وحدها مع رضيعها هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير أهلا بكم مرة أخرى إذن إبراهيم عليه السلام يترك زوجه هاجر ورضيعه إسماعيل في منطقة جرداء لا زرع فيها ولا ماء لا يوجد فيها أي بشر لا يوجد فيها أي أحد ترضى هاجر وتستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى لأنها أدركت ساعتها أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وإذا كان هذا أمر فإن الله لن يضيعهم أو لن يضيعهما هي ورضيعها يبدأ الزاد الذي معها من طعام وشراب في النفاذ بالتأكيد إبراهيم ترك معها شيئا من الطعام ومن الشراب فتقتات به هي ورضيعها لكن بعد فترة يبدأ الزاد في النفاذ ماذا تصنع؟ إلى أين تذهب؟ تنظر يمينا صحراء يسارا صحراء أمامها صحراء خلفها صحراء أين تمشي؟ وأين تنظي؟ وماذا تصنع؟ حتى نفذ كل ما معها حتى الماء والإنسان يستطيع أن يتحمل الجوع فترة أطول من العطش يعني ممكن الإنسان يعيش فترة أطول بدون طعام لكن بدون ماء وهي امرأة ترضع الآن طفلها فتحتاج إلى أن تشرب وتحتاج إلى أن تعطي لهذا الطفل ولو شيئا قليلا من الماء حتى يقتات به نفاذ الماء نفاذ الزاد الذي معهم دليل على أن هلاتهم قريب خافة هاجر على رضيعها أولا وعلى نفسها بعد ذلك ماذا تصنع؟ تجلس في مكانها فترى صرابا من بعيد كأن هناك بقعة من ماء فتسرع وتذهب إلى هذا الصراب وحينما تصل إليه لا تجد شيئا وترى الصراب مرة أخرى في المكان الذي كانت فيه فترجح مرة أخرى ثم ترى الصراب في المكان الآخر مرة أخرى ظلت تصنع هكذا حتى ذهبت وعادت سبع مرات وفي آخر مرة لما رجعت وجدت رضيعها هذا الرضيع المبارك صلوات الله عليه سيدنا إسماعيل يضرب برجله الأرض وإذا بالماء ينبع من تحت قدميه الماء طلع من الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى فلما رأت هاجر هذا الأمر خافت أن ينسكب الماء في الصحراء ويضع في الرمال فماذا تصنع فجعلت تصنع بيدها هكذا هكذا يعني حتى تحاول أن تجمع الماء حتى لا تصرب في الرمال وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أمكم هاجر صنعت بيدها هكذا يعني لم لمت الماء حاولت أن تجمع شتات هذا الماء لكانت زمزم عينا معينا يعني أكبر مما هي عليه الآن وهذا أمر بقدر الله سبحانه وتعالى خرج الماء من تحت أقدام هذا الطفل المبارك صلوات الله عليه بدأت تشرب هي وطفلها وزمزم لها سر عجيب وسر غريب لا أحد يعلم سر البركة الموجود في ماء زمزم إلا الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ماء زمزم لما شرب له تشرب ماء زمزم من أجل العلم ستجد الإجابة من أجل الدنيا ستجد الإجابة من أجل البركة في الأولاد في الرزق تخيل أي شيء يخطر على بالك اذهب إلى هذا المكان الطاهر واشرب شيئا من هذا الماء بنية ما تحب وبنية ما ترغب بشرط أن تكون النية صافية سليمة لله سبحانه وتعالى وأن يكون مالك من حلال وتأكد أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائك وسيستجيب لطلبك وسيحقق لك ما تتمنى بل وأفضل مما تتمنى وأبو ذر عليه رضوان الله ظل يعيش ويتضلع من ماء زمزم ما يقارب من أربعين يوما إذن هذا الماء في كل العناصر المطلوبة لغذاء الإنسان شربت هاجر وشرب ابنها إسماعيل من هذا الماء المبارك الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى من بين أقدام إسماعيل وظلت هكذا فترة لا نعلم طول مدة هذه الفترة لكن الطيور تنزل إلى المكان الذي يوجد به الماء بدأت الطيور تأتي والعرب إذا رأت طيرا ينزل في مكان أدركت أن فيه ماء حتى جاءت قبيلة من قبائل العرب قيل أنها قبيلة جرهم واستأذنت وطلبت من هاجر أن يعيشوا معها وأن تعيش معهم وفي كنفهم وبالفعل بدأت الحياة في هذا المكان وبدأ هذا المكان يعمر ولما بلغ إسماعيل عليه السعي حدثت مشكلة كبرى وابتلاء وفتنة عظيمة أولا لهاجر لهذه المرأة إبراهيم عليه السلام يرى في المنام أنه يذبح ولده ووحيده إسماعيل ولماذا أقول أولا لهاجر لأن إبراهيم عليه السلام نبي ومعصوم أما هي فهي امرأة ليست بنبيا وليست بمعصومة يعتريها ما يعتري باقي النساء ماذا ستصنع الآن ابنها الذي ضحط من أجله بكل شيء والذي ظلت بجواره حتى بدأ يكبر وحتى بدأ يبلغ السعي وصار شابا الآن تأتي يا إبراهيم وتقول إنك رأيت رؤية أو رأيت مناما أنك تذبح هل من المعقول مثلا أن تصدق أو هل من المعقول أن تقبل شوف رد فعل هذه المرأة الشيطان يذهب إلى إبراهيم عليه السلام ويحاول أن يفتنه ويقول يا إبراهيم وحيدك تذبح وحيدك ربما أن تكون هذه الرؤية غير صادقة ربما 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 لكن إبراهيم عليه السلام يرميه رمي الجمرات يأتي بحصى من الأرض ويرميه فيذهب إلى إسماعيل ويقول له يا إسماعيل ألا ترى ماذا يريد أباك إنه يريد أن يذبحك فيأخذ إسماعيل حصى من الأرض ويرجم به الشيطان اخسأ يا لعين فيذهب إلى الحلقة الأضعف من وجهة نظره اللي هي مين اللي هي هاجر عطفة الأم ورحمة الأم ويقول لها ألا تنظرين ماذا يصنع زوجك إبراهيم يريد أن يقتل ولده وحيده وولدك ووحيدك فتأخذ هي أيضا عليها السلام حصوات من الأرض وترجم الشيطان لذلك قال بعض العلماء من هنا أخذت سنة الرجم رمي الجمرات رمي الجمرات هذه التي يرجم بها إبليس واستسلمت ورضيت لقضاء الله سبحانه وتعالى حتى نجى الله إسماعيل بكبش نزل من السماء نزل به جبريل عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم نجح في هذا الاختبار إبراهيم عليه السلام لا محالة لأنه نبي ومعصوم وإسماعيل أيضا هذا الغلام لأنه نبي ومعصوم المهم والأكبر في هذا الموضوع هو نجاح السيدة هاجر في هذا الابتلاء العظيم وفي هذا الاختبار الصعب الذي تتعرض له تعرضت لاختبار حينما تركها إبراهيم هي ورضيعها وتعرضت لابتلاء آخر حينما أراد إبراهيم أن يذبح ولده لرؤيا رآها في كل مواقفها مستسلمة لأمر الله راضية بقضاء الله إنها المرأة الصالحة المعينة لزوجها والمؤمنة حقا والمتوكلة على الله إنها قدوة إنها نموذج لكل نساء العالمين نموذج في الرضا وفي الصبر على الابتلاء ونموذج أيضا لطاعة الزوج ونموذج في حب ابنها وفي التضحية من أجل ولدها ومن أجل إيمانها نتمنى من كل نسائنا أن نتعلم من هذه المرأة الفاضلة الصالحة القانتة العابدة وأن تكون قدوة لها لأنها بالفعل أم لنا جميعا وصلنا وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على وعد بلقاء جديد أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة